جزائر ايديولوجية اليوم سوف نتحدث عن هذه الرواية وتدعيتها ولماذا اخذت كل هذا الجدل وضيفي في البرنامج هو الاستاذ كامل داود الكاتب الصحفي والروائي مرحبا بك سيكمال وشكرا لتلبية الدعوة ابدأ من الرواية التي اثارت الجدل صدرت في اكتوبر او نوفمبر 2013 انت قلت بان كل ما يرد على لسان شخص الرواية يعني لا يعنيك مباشرة قد تكون مواقف راعة الخط الابداعي في الرواية هناك نظرية تقول بان الاديب يجب ان يكون ديكتاتور مع شخصيات رواياته حتى لا تتحكم فيه الا ترى بان هارون تحكم في شخصيتك في روايتك المثيرة الجدل يا اخي هناك نقطة نظام هذا الضجة الذي المني فيها كثيرا هو انها اغلبية الناس لم يقرأوا الرواية ولم يتحركوا عن الرواية صدرت في الجزائر في عام 1913 في نوفمبر في صالون الدولي 2013 في صالون الدولي مرور سنة سنة من بعد يتحدثون عنها كأنها رواية جديدة ورواية صدرت في فرنسا صدرت اصلا في الجزائر في الجزائر هذا النقطة الأولى النقطة الثانية الناس التي تحدثت عن الرواية ولم يقرأتها هذا الجهل وهذا هذه مصيبة كبيرة في البلد الناس التي تحدث عن الشيء لم تقرأها أما بالنسبة للسؤال تاعة حول شخصية هارون وتحكمها في الكاتب هذا جدل جدل واسع في تاريخ الأدب العالمي هناك كتاب يتحكمون في شخصياتهم هناك كتاب عندهم علاقة حميمة مع شخصياتهم هناك كتاب عندهم علاقة خاصة مع شخصياتهم مع الواقع الجزائري لكن أنا أريد أن نرجع إلى آخر نقطة النظام ما فحوى رواية كامل داود مرسو التحقيق المضاد الناس لك تفهم أنا أول جزائري اللي رديت على ألبر كاميو أنا أول جزائري اللي أعطيت اسم للمقتول العربي المقتول في رواية ألبر كاميو أنا أول جزائري اللي كان هذا الرد لكاتب كبير كاتب عظيم عندها جائزة نوبل أنا أول كتاب لرد على هذه الرواية منذ حوالي صدورها 1942 أنا كنت الناس هذين يفتخروا يقولوا يشوفوا كاتب جزائري رد على كاتب عالمي وعطى اسم لشخصية كيقولوا إفاسي ممحية ممحية في الأدب العاد الناس انسوا هذا الأدب وهذا الفيليترار ورحوا يشدوا على شغل شخصية هارون وسنكفروا كامل ولكن كامل داود أيضا عندما تقول بأن كل من انتقدك أو جلهم مقرأوا الكتاب البعض الآن ذهب لمطالعة هذا الكتاب وأخذ بعض الفقرات المهمة التي تم التركيز عليها على لسان بطل روايتك وهذه الأفكار كلها تقريبا يعني هناك إساءة للقرآن وإساءة للإسلام أو إساءة لبعض حتى يوم الجمعة الذي هو عيد للمسلمين أنت تنظر إليه بشكل مختلف على لسان أبطال روايت لا لست أنا إنما الشخصية شخصية الرواية شخصية خيالية هي التي تنظر المشكلة في الجزائر نرجع الأصل للمشكلة هل نريد أدبا في الجزائر ولا نريد كتب أخرى نرمي بالكاتب والكتاب في البحر ونحبسه مع الأدب ولا لا هذه الرد الأول الرد الثاني أنا ما نشفهم عليها تسريط الضوء على بعض الفقرات في كتاب هناك في تاريخ الأدب الجزائري كتاب كتبوا أكثر ما نذكرش الأسموات أكثر أنت تعرفهم وأنا نعرفهم ومنثقاتين الجزائرين يعرفهم على التركيز على كمال داود هذا ما يدفعني إلى استنتاج بأن هناك هذه القضية هي قضية إدفاع أنوار في الجزائر لماذا المشكلة؟ كمال داود الذي كان يكتب منذ 20 سنة في عمود في اليومية في جريد الكوتيديان دورون انتقت فيه السلطة الرشوة الإسلامويون الواقع الجزائري الإيكولوجي الانفيرونمون هذه المواضيع ما هدروا شعليها هدروا حتى الآن على ذكر السلطة ولكن البعض يقول بأنه حتى مبرر أن هذه الشخص الرواية لا تتحمل وزر أقوالها يقول البعض يعني أنا قادر غدا ونكتب رواية ونستعمل اسم كمال داود ونقول بأنه مثلا رجل فاسد غير متخلق أو كذا ثم نهرب من المحاكمة القانونية والأخلاقية بحجة أنه استعملت الخيال لا لا هذا تفكير ضعيف لأن كمال داود موجود هارون ليس بالموجود هارون شخصية خيالية كمال موجود كمال أرى هنا أرى قدامك لا تكون فيها البهتان والقفض هذه حاجة غده رأى لكن هذه لا 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 أنا أقصد ليس البطل الرواية أقصد الأشخاص الذين يتحدث عنهم أو المواقف اللي يتخذها في الرواية مثلا من القرآن من الله من الإسلام من الإسلاميين هؤلاء أيضا عندهم زيادة على أنهم جزء من الثوابت يعني الإسلام اللغة العربية فهؤلاء أيضا لديهم حضور اجتماعي الإسلاميون نتحدث عن أفكار نتجادل كيف ينفرق ما بين إسلام التفكير وإسلام التكفير كيف ينفرق ما بينهم تتحدث معي على أفكار مرحبا بك أنا جزائري وأنت جزائري أنا في بلد واحد نتقاسمه ويتقاسمنا لكن أن نصل إلى فتوى القتل هنا مرانا في الأدب هنا مرانا في الفكر هنا مرانا في المجادلة هنا مرانا في التكفير سأصل إلى الفتوى والعنف لكن المجادلة والمناظرة مرحبا أي شيء يجي يهدر على الأفكار رح نوصل للفتوى ولكن البعض يسأل ويقول بأنكم تضعون ألف حساب عندما يكون الشخص موجود أو معنوي مثلا رئيس وزير فدروا ألف حساب ولكن عندما يتعلق الأمر بالقرآن أو الله أو الإسلام يعني تتعاملون بسهولة لا هذه الشخص الكتابات موجودة في أنترنت تصدرت مجموعات المقالات التوعية وأنا أنتقد في الجزائر منذ حوالي عشرين سنة وأنتقد بشدة السلطات الانتخابات الوزراء العسكر المخابرات حتى المجتمع الجزائري لأنني لا لدي هذه العقلية أوبوزان أو ريجيم معارض للنظام إلا أنا معارض للتفاهة معارض للجهل إلا كان الجهل هذا عند النظام نهدر عن النظام وإلا كان عند المواطن البسيط نهدر عن المواطن البسيط وإذا كنت نرجعه إلى أصل الموضوع إلا حكيمة عليها بالما نكتبشين إذا كنت نحبسوا أدب نعودوا قتل أبو العلاء المعري نعودوا قتل المتنبي نعودوا قتل أبا النوىس نعودوا قاعدة المحاكمة أنا ما نشتفاهم كيف أشف العصور الذهبية الإسلامية كان أبو العلاء المعري ينجم يهدر واشي يحب وفي العصور الانحيطار لأننا وصلنا هنا يجي واحد من شبيبة أبا جهل عنده شعائرات يجي يحكم على المثقف ويفتي لا أحد ربما كان سيمنعك من الكتابة أو من التعبير عن فكرك بدليل ما قلت عشرين سنة وأنت تكتب في جريدة يومية أفكارك ضد الإسلاميين أو ضد ممارسات سياسية أو ضد التفاهة كما قلت ولكن عندما يأتي الأمر ويتعلق بأزاء كاملة في الرواية تتحدث عن الدين مباشرة هنا نطرح تساؤلات لماذا لا نحترم خطوط حمراء أو ثوابت يجب أن نحترمها ونقدسها هنا الموضوع مطروف خطأ خناة فرنسية إيطلاء بالأمس أوقفت إيريك زامور لأنه أساءل الإسلام في حين نحن نحاسب الإسلاميين على أنه يدفع هذه رواية ثانيا هذا رواية خيالية وثالثا هذا واقع جزائري لماذا واحد من الكاتب يكتب على شخصية كفرت أو شخصية أساءت بمنظور ما للدين الإسلامي يقول لك هذه خطوط حمراء يركب في بيس واحد يكفر قدامه لا يدرش معاه أنا أتحدث عن الواقع الجزائري شخصية هارون شخصية تتلقى بها في بيس أو في قهوة أو في طريق الشتم الشتم الواقع الجزائري الشتم رأي في الطريق يا أخوة لماذا؟ لأن كامل داود متقف في حقروه من يكتب هذا الحجر بس هو واحد في بيس الشتم في الشارع وأنت مسؤول يقولون أنت مسؤول عن نقله إلى صفحات رواية من المفروض أن تقع في أيدي ربما أجيال شباب عائلات ماذا بيس تقع في عائلات بس أن تتغير الواقع تحق ماذا بيس هل كتبت أنت بنية تغيير الواقع أم بنية تكريسة؟ يعني أنت تكرس واقعاً وعيناً تدافع عنها بشكل تكرس ما كيس أنت لدي نية تغيير الواقع تغيير واقعي وتغيير الواقع من حولي لا نكتبش أنا قعد ندير حانود تجارة ونمريح الكتابة تكون عندك رسالة شخصية حميمية التزام كنت نحاوس على الكلمة وعندك التزام بش تكتب لا يوجد أن تكتبش لكن هناك شيء آخر أنا بغيت أن أتحدث عليها أنا اللي اكتشفت أكتشفت أن في جزائر عنا مصيبة كبيرة هي الرؤية النمطية للآخر واحد حزب إسلاموي معروف للجزائر تحدث مع صحفي حولي أنا في حوار بعد الحوار سأله قال لها تحدث مع كامل داود قال لك الرئيس الحزب الإسلاموي يتعجب قال لها كامل داود يسكن في الجزائر أقصد أبو جرى السلطاني تحدث معه بالعربية قال لها علش يتكلم بالعربية الناس عندها صور نمطية حول الآخر اللائكي يحسب بلي الإسلاموي رهنا بشيكوت له والإسلاموي حسب بلي المثقف الجزائري رقي يكون في باريس ويتكلم بالفرنسية هذه النقطة اسمح لي بك والنقطة الثانية هي المخيل ما نسميها بالاستعمار في المخيلات حتى الإسلامويين في الجزائر عندهم نظر على فرنسا مقدسة سيتادير تنجم تهدر ما تهدر تهدرها في البورتوغال تهدرها في اليابان تهدرها في العاشين ما تهدرها في فرنسا تقعد تهدر أباد أخرى لماذا؟ لأننا نحط عن الاستقلال في الجزائر نحط عن بعد الاستقلال عن خمسينيات الاستقلال لكن المخيلات ما زالت مستعمرة ما زالت عندهم الفرنسي حاسبينها يا أخوانا قلت حتى في فرنس 2 أنا بالنسبة إلي فرنسا غير درجة أنا أريد العالم أنا رواية ترجمتي إلى 15 اللغة وهذا أكبر كي يقولوا أكبر جائزة بأنني أسمعت صوت الأدب الجزائري عند 15 اللغة تعتقد بأن الاهتمام الفرنسي بكتابك أو روايتك الأخيرة أو بتجربة كمال داود الروائية تعتقد بأنه تحول إلى مشكلة بالنسبة لك في الفترة الماضية؟ يعني أصبح جاب لك الكثير من المتاعب والمشاكل على مستوى محلي هذه نسميها عقدة الأمير عبدالقادر هي في الجزائر عندنا فقافة فقافة محزنة أنها تبعث تجيب النخب وتدمرهم الغربة من يبدأ واحد في الجزائر يبدأ يبان يظهر صوت التاعه عندنا مشكلة مع الاريوسيت النجاح عداء النجاح عداء النجاح يحاوش يجبدوه للتاحت هذه مشكلة والله العظيم يرى أنها لديت الجوائز الأولى أدي جوائز في الجزائر أدي جوائز في فرنسا وأدي جوائز في سينيغال والله كان ورحظت والله لا بغيت نبكي أنا ابن القرية ابن وصلت فقير من وصلت لهذاك الموصل جيت فيار وقلت عليها صلعت للم تحضر البلاد وذلك متحدثوا على الجزائر ليس متحدثوا على الرياضة ولا كرة قدام بركا وما مش متحدثوا على الإرهاب والعنف والاستعمار ومتحدثوا على كاتب جزائري جيت فيار وكان عندي كي يقولك انفيرتي فخر فخر قلت البلاد كنت نقارع عن ناس تصفق كيفاش كاتب جزائري وصل حتى لقونكور فينال فيناليس في القونكور رواية طرزمي لخمسطاع شن اللغة ينصفقون لك كمال داود عندما لا تهين ديانتهم بحجة من يقول ذلك بأنه قرآنه من يقول ذلك من يقول ذلك واحد تافي عنده شعيرات أنا من يشوف واحد كما علي بن حاج يؤيد كمال داود لأنه فهم اللعبة سياسية التي خلف هذه القضية هو فهمها هو فهمها واشمال لعبة سياسية أخي هذه أسميها لعبة إعتفاء أنوار السيد بدايبان بدأت عندها صدع عالمي نخرجوه من هذا البلاد وكيفاش نخرجوه لأنه اغتياله مثقف في الجزائر إذا كان بكري كان الاغتيال بالرصاص ذوك اغتيال بيسميها بلطاجية شي ديروا كما وقعت الجمل في مصر في مصر في ثورة التحريك كان طلقوا عليهم الناس بلطاجية بلجمال هذه نسميها وقعة الحمار يرسلوا عليك واحد يفتع لك باش نتشد كما بعض النخب الجزائرية تخاف على ولادك تخاف على رحك ترفض الفليزة وتروح وهنا يدروا كما يبو وانا الرشالة تعال الناس الناس اللي يرون ما رأى هذا البلطاجي هذا كامل داود والقرية الجزائرية يعيش في الجزائر ويقعد هنا في الجزائر من هم هؤلاء الناس من تزعج مثلا أنت بكتاب أزعج السلطات الصاعدة التي تستثمر في مباعد بودفريقة ويزعج الناس اللي عندهم مصالح في سكونا نappelle الفلو بوليتيك الغموض السياسي ويزعج الناس اللي نهضر عليهم